سويسيداد دو اسبانيولا دو اوتوموفيل دو توريزمو ده اختصار أربع حروف S E A T وهما الأربع حروف بتوع علامة سيات العربية اللي موجودة معنا النهاردة هي السيات أتيكا العشرين واحد وعشرين الفيسليفت المختلفة بعضا من أجزاءها وبالذات أجزاء مهمة جدا جواها مختلفة عن النسخة أو الظهور لها أو النسخة الأولى من العربية السيات الأتيكا وهنتكلم عن كل التفاصيل الخاصة بالعربية والمميزات بتاعتها والعيوب بتاعتها وكمان تقدر تشتري العربية دي من مؤتر وان بمقدم مية وعشرين الف جنيه يالله بينا نشوف التفاصيل الخاصة بالسيات أتيكا الـ 2021 اشتركوا في القناة سيات هي مش كلمة هي اختصار لأربع حروف وهي الاختصار الخاص به سويسيداد اسبانيولا دو اوتوموفيل دو توريزمو ودي كلمة اسبانية لأن العربية هي عربية اسبانية والمعنى بتاع الكلمة دي هي الشركة الاسبانية للسيارات السياحية طيب اول ظهور لشركة سيات كان في اسبانيا والكلام ده كان سنة 1953 واول مصنع يقول لشركة سيات كان عام 1993 شركة سيات هي شركة اسبانية والسيات أتيكا هي تجميع في التشيك والعلامة نفسها هي واحدة من علامات فولكسفاجن الألمانية يعني شوية دول أوروبية مضربين في الخلاط وهم طلعين لنا علامة مميزة جدا وهي علامة سيات والعربية اللي موجودة معنا النهاردة الاتيكا التويني تويني ون العشرين واحد وعشرين الفيسليفت اللي بتقدمها شركة موتور ون بمقدم مية وعشرين ألف جنيه ده كده بما يخص التاريخ سريعا وإيه معنى الكلمة الجميلة اللي احنا اتكلمنا عنها وتعالوا بقى نخش في التأسيمة الخاصة في الحلقة وهي أول حاجة معنا النهاردة هنتكلم فيها هي الشكل موسيقى الشكل بتاع سيات أتيكا أولا الايرو ديناميك بتاع شكل العربية مميز جدا الوش العربية واخد الطابع الهجومي وفي نفس الوقت الهاوية أو الروح بتاع سيات لازالت موجودة في وش العربية مختلفتش يعني انت هتشوف العربية دي من قدام هتشوفها من وراء هتقول ان العربية دي سيات انما سيات ايه بقى هو ده اللي انت لما تبصها عربية اكتر عشان تعرف السيات الأتيكا دي عربية مني كروس أوفر او مني اس يو في ودي اول اس يو في مجموعة سيات هي السيات الأتيكا العربية التعديل اللي نازل عليها في الفيسلفت شوية حاجات في الشكل وهي حاجة مهمة جدا وهي الفتيس بس مش هنتكلم عن القصة دي دلوقتي خلينا نخلص القصة بتاعت الشكل وبعدين هنتكلم في موضوع الفتيس ده لما هنيجي نتكلم عن الموتور تعالوا الاول نتكلم عن الشكل الاكستيريير هيبالك اوي ان الحجم بتاعها مش صغير وفي نفس الوقت الحجم مش كبير العربية أخذه شكل رياضي وفي نفس الوقت شكل عائلي ،الشكل الرياضي باین طبعا على شكل العربية و الشكل العائلي او الجانب العائلي هو ان العربية مساحات جوه كبيرة قوي. هنتكلم دلوقتي عن ابعاد العربية وهي بصراحة الابعاد من قبل ما نتكلم عن الارقام WWT تعالوا نبص على وش العربية من بره او الشكل الخارجي من العربية вами فتع الى ان العربية فرقة اوي لان الحجم بتاعها مختلف شوية. تول العربية اربعة متر تلتمية تلاتة وستين عرض العربية متر تمنمية واحد واربعين والارتفاع متر ستمية واحد. قاعدة عجلات اتنين متر ستمية تمانية وتلاتين. وزن العربية تلات سبمية سبمية وسبعين كيلو جرام والخلوص الاردي او ارتفاع العربية عن الارض. تمنتاشر سنتي وتمانية من عشرة. تمنتاشر دي استخدمات آآ يعني هتستخدمها لان هي فاتح تحتاج ان تكون العربية آآ عالية شوية عن الارض. طيب العربية بتنزل باربع فئات. الفئة الستايل والستايل بلاس والاكسلنس واخر فئة هي الاف ار. الاف ار دي طبعا هي تعتبر النسخة الرياضية لكن كل الفئات او الاربع فئات بتنزل بنفس المطور اللي موجود في النسخة اللي موجودة معنا. النسخة اللي موجودة معنا النهاردة هي الفئة التانية او الستايل بلاس. الفئة الاكسلنس بتنزل بي جنود 18 والفئة الاف ار بتنزل بي جنود 19. وفي بعض التجهيزات اللي العربية بتختلف شوية عن كل فئة تانية لكن في النهاية كلهم بنفس الامان والحماية ونفس المطور ونفس الفتيس ونفس التعليق. مطور العربية. العربية بتنزل بمطور 1.4 1400 سي سي ستاشر سباب اربعة مطور ناجح جدا وهتلاوا المطور ده موجود في العربية الاسكودا الكاروك وهتلاوه كمان موجود في بعض من العربيات اللي بتنزل مع نفس المجموعة بولكوس فيجن paste سي سايسف ك therapist والمطور ده من نجاحه وهتلاوه في عربيات كتير. هتلاوه برضو في عربيات اودي وهتلاوه في عربيات في العربيات الجولف في عربياتdie reboot سكودا هتلاوه نفس المطور ده هاتلاوه وينزل في عربية كتير. طيب الموتور ده بيطلع مية وخمسين حسان ومتين وخمسين عزم نيوتن متر من الف وخمسمية لتلاتاتلاف وخمسمية لفة في الدقيقة. الارقام كويسة بالنسبة لحجم عربية زي دي طبعا انت مش مش هزيبها محتاج اكتر من كده. والعربية بتجيب من سفر لمية في تمانية وستة من عشرة ثانية واستهلاك البنزين للعربية دي ستة وسبعة من عشرة لتر الكل مية كيلو. الاختلاف ما بين النسخة دي والنسخة اللي قبلها في الفتيس مهم جدا. اولا الفتيس اللي موجود هنا هو فتيس تمن سرعات اوتوماتيك عادي. الفتيس اللي كان موجود قبل كده هو فتيس دي اس جي او دراي دي اس جي. ما كانش فيه مشاكل ومحدش اشتكى منه في اول ظهور للساية الاتيكا بالفتيس ده. انما الوسواس اللي عند الناس من الخوف الشديد من من الفتيس الدي اس جي خلى الشركة بدأت تعدل العربيات اللي من النوع ده او من الفئة دي وبدأت تنزلها بالفتيس التمن سرعات العادي زيها زي مسلا الكاروك برضو بنفس الكونسبت بالزبط نفس الفتيس بالزبط ونفس المطور بالزبط. والعربية التنك البنزين بتاعها خمسين لتر. وده برضو انا شايفه كويس جدا بالنسبة لناس اللي هتسافر بالعربية دي خمسين لتر معقول جدا مقارنة طبعا اه بنسبة وتناسب مع استهلاك البنزين في اه يعتبر طبعا كويس. وحاجة مهم جدا العربية بتاخد بنزين اتنين وتسعين. عشان بس الناس اللي انا هحط فيها خمسة وتسعين عشان تيربو لأ. العربية دي تاخد بنزين اتنين وتسعين. وما ينفعش تحط لها خمسة وتسعين لان الخمسة وتسعين هيبقى بالنسبة للمطور هيبقى حامي قوي على العربية. فهي تنين وتسعين يبقى تستخدم تنين وتسعين. عشان في ناس كتير بتقول لأنا اوفر هو خمسة وتسعين اغلى لكن بيمشي اكتر. فلا. يمشي اكتر اه لكن هو في الاخر بيعمل لك مشكلة في العربية لان الاكتان بيبقى جوه البنزين ده عالي قوي. وهو المطور ده اصلا مش مسموح له بنسبة الاكتان العالية دي. فانت الاسهل لك ان انت تحط البنزين اللي موصوف للعربية وبس. اللي هو اتنين وتسعين. تعالوا بقى نخص على نظم الامان والحماية للعربية. نظم الامان والحماية للعربية بتنزل في الاربع فئات واحدة. ما فيهاش اختلاف. طيب. العربية بتنزل بالنسبة للفرامل با بي اس واسي سي وبي اي. فانت خلص موضوع الفرامل عندك. عندك الكل اللي هيخلي يعني ماشي مسلا. فرملت فجأة العربية هتوقف. فرملت فراملة او زيت او مية العربية هتوقف. اه لقدر الله انت نزل منزل او في اي مشاكل بالنسبة لك في منزل. فبتفرمل فالعربية ممكن تتزحلى. لا مش هتتزحلى. فتوضوع الفرامل عندك كويس قوي. طيب نخش على العوامل المساعدة على الاتزان فانت عندك العربية نزلة با اي بي دي ودي تي و اي دي ال وكمان الاتش اتش سي وده اه الخاص بمنع الانزلاق في الارتفاعات. برضو انت ما عندكش مشكلة يعني. بالاخر كده نزم الامان والحماية في العربية فصراحة عالية وهيلة جدا. وعربية اوروبية فاكيد هتلاقوا نزم الامان والحماية بتاعتها نزم كويسة جدا. وعندك اخر حاجة بقى وهي الامام. جوه العربية انت عندك اربعة سواء كان في الامام او في الاجناب. والاربعة موجودين في الاربع فاقات اللي موجودين مع العربية سواء او الفاق او حتى الفاقار اعلى فاقه. طيب ده كده باختصار اه الجزء الخاص به الامان والحماية. تعالوا بقى نركب العربية ونشوف العربية من جوه اولا الصالون تحس ان الخامات مصروف عليها. يعني الخامات اه لا الخامات حلوة بصراحة. اه سواء كانت الاوكرا هو يعني حتى ده مش بلاستيك. مش بلاستيك. الطابلو برضو الخامات بتاعته مش بلاستيك. خامة حلوة كده يعني العربية على الطريق خلي بالكم مفيش بقى اصوات حاجات بتخبط ولا عاجات بتزيق مفيش الكلام ده خالص. الدركسيون طبعا المميز من سياد بالمالتي فانكشن وابقى في عندك كروز كروز كنترول وعندك خاصية عدم خروج عن المسار. ويعني الدنيا في يعني يعده ما ما تقلعش. اه الجزء الاسفل من الطارة او عجلة القيادة او الدركسيون واخد الجزء يعني الشرطة المسطرة دي عشان يدي لك الروح بتاع العربية. بالاضافة طبعا الحلية اللي موجودة في حتة كتير في اجزاء كتير اه في الانتيرير. كمان عندك الشاشة الوسطية اللي تقدر تعمل فيها بقى كل حاجة يا ميديا لك كتير قوي. جوة الشاشة دي سواء ان انت تربط التليفون سواء ان انت تقدر تحدد الطرق القيادة. انت عندك هنا اه بعد الشاشة عندك الجزء الخاص به وتقدر تزبط تكيف للجنب ده غير التكيف للجنب ده يعني كل اه كل جزء او كل واحد قاعد يقدر يزبط درجة حرارة للتكيف الخاصة به. مش لازم كله يبقى درجة حرارة واحدة. غير كمان ان انت عندك في الجزء اللي ورا برضو دي اه اه فتحات تكيف غير فتحات التكيف اللي موجودة في الامام. طيب هتنزل بعد كده عندك في فتحتين اتنين يو اس بي. والولاعة ومكان شاحن اه وايرلس للموبايلات اللي بتستخدم اه او فيها خاصية الشاحن الاسلكي. موجود الزرار للستارت انجن موجود في الكنسولة مش موجود تحت عجلة القيادة. والبلاك بيانو اللي موجود مع الفتيس. الفتيس التمن سرعات الاوتوماتيك العادي. اه فيه طبعا ان انت تقدر تحول القيادة بتاعتك للقيادة سبورت وتبتدي تزود نقلة للفوق او ترجع تقلل نقلة بان انت ترجع الزرارة تحت وهاند بريك كهربائية وانظمة اه القيادة معاها في زي ماوس كده تقدر تحدد به انظمة القيادة اللي انت هتكون اه بتسوق بيها العربية. كمان العربية طبعا فيها كمان عندك في الانتيريور عندك اثنين كوبولدرز وراء الفتيس على طول ومكان للتخزين بورده كويس اوي موجود هنا التخزين بقى جوبه العربية حلوة اوي 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 يعني عندك الاماكن التخزين كتير وطبعا فاتحة سقف بانوراما شيك اوي 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 يعني بصراحة العربية حلو يعني خلينا نتكلم كده بما يرضي الله العربية حلو وقبل ما نسيب الصالون اه مش عايز برضو انسى ان احنا معانا اه شنطة العربية مساحتها 530 لتر تقدر كمان ان انت تزاود مساحت الشنطة عن طريق طي الكنبة الخلفية تزاودة من 40% ل 60% زيادة عن مساحت الشنطة تعالوا بقى اخر حاجة نتكلم فيها هي المميزات والعيوب الخاصة به السيات الاتيكا ايه اللي خليك تشتريها و ايه اللي خليك لو انت بتخاف من الحاجات دي ما تشتريهاش اول حاجة في المميزات انت هتكون معاك عربية سعر مقابل قيمة يعني السعر اللي انت هتتفعه لي ايمة في العربية دي ده رقم واحد رقم اثنين العربية كواليتي حلوة تعتبر عربية في الفئة دي مع المنافسين فهي في الكواليتي بتاعها كوي ده رقم اثنين رقم تلاتة الات التعليق العربية دي فيها الات تعليق ممتازة الناس اللي بتركب اس و بي بتخاف من السبات فاحب اقول لك لا العربية دي في السبات عالية جدا في الملفات عالية جدا في الطرق الوعرة انت ما عندكش اي مشاكل مع العربية دي يعني بقى الطرق اللي فيها مطباط ومدقات والكلام ده انت مش هتبقى حاسس بالكلام ده وانت قاعد جوهها العربية يعني من الاخر كده مش هتبقى على تتنطط جوهها العربية فدي برضو بالنسبة لل يعني بالنسبة للمميزات هي ميزة كويسة. واهم ميزة طبعا هي ان العربية نازلة بفتاز تمن سرعات مش في تيس دي اس جي للناس اللي عندها الهسس بتاع دي اس جي. الميزة الاخيرة في العربية وهي ان العربية في إعادة البيع انت بتشتري اعادة البيع بتاعته كويسة قوي. يعني Creator كان كان زمان السيات عندها مشاكل في عادة البيع لكن دلوقتي اعادة البيع للعربية دي لا اعادة البيع ليها كويسة جدا. تعالوا بقى نتكلم عن العيوب. اول عيب هو ان العربية عشان الات التعليق بتاعتها كويسة في الطرق الوعرة وفي الطرق المستقيمة وفي الملفات فهي نشفة نوعا ما. يعني لو انت النهاردة اه جاي من عربية سيدان وراكب عربية اس يو بي هتحس ان الالات التعليق او العفشة بتاعت العربية نشفة شوية. وطبعا مش هينفع تدي لك السبات في الملفات والسبات في الطرق المستقيمة والسبات في الطرق الوعرة وما تكونش نشفة. هي معادلة لازم تبقى واخد بالك منها. لو انت عايز العربية تبقى نعمة هيبقى عندك مشاكل في السبات. لو انت عايز العربية في السبات كويسة هيبقى عندك مشكلة في ان هتبقى العفشة نشفة شوية. بالنسبة بقى لي العيب التاني وهو ان قطع الغيار العربية غالية شوية. قطع الغيار دي اللي هي فانوس اكسدام رف رف. القطع غيار دي غالية شوية. وطبعا ده لان العربية سعرها برضو مش قليل. احنا بنتكلم على العربية في التلتميات. احنا بنتكلم على العربية في الربعميات وانت طالع. فقطع غيارها برضو مقارنة لسعرها معقولة. لكن برضو لازم تبقى فاهم ان القطع الغيار الخارجية غالية. السيانات بتاعت العربية مش وحشة ومش حلوة. يعني مش مش اقل حاجة لكنها برضو عيب. ده كده بالنسبة للعيوب. كده احنا احنا ب30 مميزات وقولنا العيوب. اه من وجهة نظري انا. ممكن في ناس تانية تطلع فيها مميزات اكتر. وفي ناس تانية ممكن تطلع فيها عيوب اكتر. الله اعلم. لكن انا من وجهة نظري انا انا قلت المميزات والعيوب اللي الا انا شايفها للعربية السيات الاتيكا التي تقدمها لناشركة موتور كما رأيتها التقرير الخاص بالعربية ألسية أتيكا العربية الأسبانية ذات علامة ألمانية والعربية نفسها تتجمع في التشيك العربية بتقدمها شركة موتور وأن بمقدم 120 ألف جنيه وتقسيط على سبع سنوات موتور وأن الناس اللي تريد أن تسأل عن الأسعار لا نتحدث عن الأسعار في الفيديوهات سببين أولا الأسعار العربيات تختلف كل يوم عن اليوم قبله فأنا لا أستطيع أن أقول لك سعر العربية وتأتي بعد شهر مثلا تتفرج على الفيديو الذي تريد أن تشتري العربية فتفاجأ أن السعر حاجة والسعر اللي موجود حاجة فيبقى فيه عشان كده أنا دايما أحب أن لا أقول الأسعار إلا لو أنا بصور عربية موجودة داخل الوكالة والوكالة هي اللي طلبة أن السعر يتقال فأنا في التوقيت ده بقول السعر إنما غير كده أنا ما بحبش أقول السعر عشان يبقى عندك الفرايتي دايما أن أنت تتفرج على الفيديو في أي وقت سنة سنتين تلاتة شهر شهرين تتفرج على الفيديو ومعندكش أي مشكلة لأن مش هيبقى فيك كونفلكت هنا ما بين الوقت اللي بتتفرج فيه وما بين الوقت اللي أنا صورت فيه تقدر تسعل على الأسعار على موتور وان وهتطلع دلوقتي قدامكم على الشاشة ولو عايز أي استفسارات تقدر تكتب لي في الكومنتس وأنا هرد عليك بنفسي وما تنسوش تتابعونا دايما على كنواتنا الشرعية على السوشيال ميديا على الفيسبوك شريف ياسر على اليوتيوب وعلى الانستغرام شريف ياسر وعلى تيك تاك شريف ياسر سيفن وأشوفكم دايما على خير كان معاكم شريف ياسر من موتور وان السلام عليكم